بس خلينا نروح لمحمد توفيق إلى زماننا محمد توفيق وبعض اللقات المهمة من أرض الملعب إلايك الكلمة محمد سهلا خير كابتن هايسن برحب حلقة مرة تانية بعد انتهاء المباراة وفوز النادي الأهل بمباراة الزهاب ويا رب ان شاء الله جهودهم يكلل بالنجاح والفوز أيضا في مباراة الإيابة ان شاء الله كمان مع نتيجة المرتبطة أعتقد ان شاء الله فاضل خطوة بالفوز ببطولة السيدات معنا في هذه اللحظات كابتن أحمد كابتن أحمد إبراهيم مدرب فريق النادي الأهلي كابتن أحمد ألفا مبروك الفوز يمكن الظروف صعبة لك الحمد لله النادي الأهلي زي مبروك للأهلي بما الحضر ودايما قادرين على المنافسة في كل الظروف الحمد لله طبعا المكسب دي رقم واحد لكن في شوية الظروف كده طبعا خلت اللعيبة نعمل جيم احنا مشاردين عامله نهاردة صارين لغاية مباراة عشان نعمل مسحة نحن الغاية نهاردة قبل الجيم بساعتين مش عارفين من الاثناشر فطبعا كل ده خلانا نعمل يعني ما نبغاش مركزين اما مش مركزين هو في الجيم فهو ده اللي خلانا نهاردة ما نبغاش شكلين كويس نحن مشاردين واللعيبة كمان مشاردين اللعيبة عندها حسن من كده بكير روي لأن احنا فرقة تعتبر لحد كبيرة روي فرقة كاملة بالتدعمات اللي احنا عملناها السنة دي لكن احنا كجهاز مشاردين طبعا عن الجيم بس نلعم المكسب طبعا فرقة سبورتينج فرقة كبيرة فرقة نقصة على النصر مهمة جدا نهاردة هاجر بتسخن لغاية قبل الجيم بحاجة بسيطة جدا وتطلع طبعا احنا كجهاز وكلعيبة انا شايف اللعيبة طبعا مشاردين نهاردة عن الجيم لكن الحمد لله طبعا كسبنا ونقفل الصفحة دي ونفكر في الجيم بتاع بكرة لكن احنا كمشاردين طبعا على الجيم النهاردة لكن الحمد لله كابتن يعني في ظل كل الظروف ديك الحمد لله يعني المرتبط بيكسب مبارح والنهاردة الفريق الاول بيكسب اعتقد يعني ان شاء الله قربنا بنسبة كبيرة من حظ اللقب طبعا احنا دايما بنظهر على المكسب بس طبعا مع المكسب دي بقى احنا عايزين اداء وشكل فرقة بيبقى احسن دفاعيا وجميا النهاردة احنا اكسبنا الحمد لله طبعا بس في مشكل كتير جدا طبعا هنقدر نتدركها ونعليجها ان شاء الله بس طبعا احنا دايما بنقول اللعيبة كده احنا دايما احسن حاجة مش المكسب بس المكسب ساعة كي جدا بيغر لكن احنا مش المكسب دايما احنا ببص على المكسب والاداء دفاعيا وجميا نهاردة ما دفعيناش كويس برضو ما هجمناش كويس فعشان كده احنا مش راضيين والعيبة كمان مش راضية لكن هم عندهم اكتر من كده احنا واسقين في ده ونحل المشاكل اللي عندنا دي ان شاء الله والدنيا تتزبط لكن المشاكل دي فيها حاجات يعني نهاردة انت لغاية تنبرح بالليل ما تش عارب من اللي معاك اللي 12 ما تش مش قادر تجهز اللعيبة فكل ده طبعا كل ده بتبقى مشاكل انت انت كجهاز مش عارفت مش عارفت هلها طبعا الحمد لله اللي ربنا عفانا واللعيبة يعني 11 لعيب 12 لعيب الحمد لله ما فيش مشاكل عندنا اتنين لعيبة بس واحدة منهم مش عارفين ان هي كورونا هلي احنا واجهناها النهاردة في الجيم مشاكل كتير جده في الديفنس لازم نتكلم فيها احنا في مفروض اللي بدفع كويس بيكسب نحن نهارده لماذا نieza لتخبرى؟ لان الوضع هذا الجيم حد أثناء كانut لازم الإقلاق من ناقص أو من كبير، انت تلعب Twin óني تلعب قليلا، عشان تلعب قليلا فهي دي الحاجة الوحيدة للنهاردة نقدر نتكلم فيها نفل الصفحة خالص نفكر لانه عند جين بكرة سبورتنج طبعا ناقص احنا مش بنتكلم في سبورتنج ناقص أو كامل فرقة مخترمة طبعا بالموجودين كلهم فرقة كلهم لعيبة كبار لكن احنا بنتكلم احنا احنا كاهلي مفروض نباحسة من جين شوف الكابتن والتوفيف المبر القادم والفوز ان شاء الله